كله بيتكلم على دور المهندس عدلي في التعاقد معاه احنا ليه بنتكلم؟ لانه اولا ده نهج ملك وكتابة ما احناش مستعدين زي اي حد يطلع يقول في الهوى يا ليل ده لا نهجنا ولا ثقافتنا ولا اسلوبنا عشان كده لما الناس بتصدقنا بتصدقنا ان احنا بنقول وثيقة بنقيم الدليل اللي عايز يهرتل يهرتل واللي عايز يدعي يدعي واللي عايز يجذب يجذب في النهاية فيه متلقي قادر على الفرز علاقة المهندس عدلي من اول ما استقال من ادارة النادي وانتقل في فترة لبيزنس خاص به هو ثم لنادي الجزيرة وفيه اسناءها وبعدها علاقته بالاهل ممتدة ومستمرة علاقته بالكابتن صالح زادت ربما حميمية فاستحبوا لرحلة جوهانسبرج كرموا في حفل تكريم كبير جدا عملوا في احد الفنادق الكبرى وحضر الفنان عدل امام وحضر الاصدقاء المهندس عدلي وكنا كلنا سعداء بهذا التكريم اللائق لشخصية ادت النادي الاهلي ولو كان وقتها فيه قناة الاهلي وبتسجل كنت تشوف الفيديو للكابتن صالح هو بيتكلم عن المهندس عدلي القياعي ده كابتن صالح اللي لا عمره لا كذب ولا قبل الكذبين